إلى نتيج مقابلات منافسة كأس الجمهورية حيث أقصي نادي اتحاد العاصمة من الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر عقب انهزامه على يد اتحاد مغنية بركلات الترجيح بعدما عرفت الأوقات الرسمية والإضافية للقاء نتيجة التعادل بين الفريقين هدفين في كل شبكة لتتسم في الأخير ضربات الحظ لصالح اتحاد مغنية ويتواصل بالتالي مسلسل المفاجآت في الكأس بعد خروج كبار البطولة القابا وقاعدة جماهيرية ولدية الجزائر وفق سطيف وآخيرا اتحاد العاصمة الجدير فقط بالذكر مشاهدين أنه ستستكمل الخميس فعالية كأس الجزائر بإجراء لقاءات الدور السادس عشر من المنافسة حيث يستقبل أتليتيك بارادو مضيفة شباب قسنطين بملعب الدار البيضاء بداية من الساعة الثانية والنصف زولة ترجمة نانسي قنقر